ده التحدي بتاعنا ياريت الماين سيت بتاعنا او دماغنا تشغيل انت حتى لو مشغل ناس معاك في البيت التشغيل مشغل ناس في المزرعة التشغيل تشوف ازاي يفضلوا شغالين يفضلوا موجودين في وظيفتهم ده امنك انته وبلدك انته انت لما بتعمل ده تحافظ على وظائف الناس اللي بتشتغل عندك قدرة انك تزود مرتباتهم عندك قدرة انك تديهم اكتر عندك قدرة انك تساندهم اجتماعيا هو ده اللي محتاجينه احنا في الفترة اللي جاية التشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل مفيش حاجة غير كده وعلى فكرة خيرا فعلت هذه الدولة ان هي من اول يوم قررت نهاية مدي ايه ده في المعمار تسعين اكتر من تسعين صناعة المعمار ده قاطرة يا جماعة قاطرة علشان بس كل الناس انت سامع الراجل بيقوله ايه تمنحارات يمين وتمنحارات شمال انت دلوقتي اماكن كثيرة عما بتمشي فيها ما تعرفهاش الطفرة اللي حصل وده ناس شغالة وبتاخد حديده وبتاخد اسمانته وبتاخد اسفلته وبتاخد تأجير عربيات وعربيات اسمانته وناس بتبني توب وناس بتعمل جرانيت وناس بتبيع رخام وكهرباء وناس بتدفع ضرائب وناس بتدفع نور حركة اقتصادية بدون هذا الامر كنت هتفضل قاعد في الاربعتاشر في مئة ليه ارقامنا انا مش جايب على فكرة انا كل حكاية بسيط على جوجل البطالة في مصر فتقدر تعرف بالزبط انت بتتطور ازاي وماشي ازاي ان شاء الله هذه الارقام تنزل اكتر واكتر واكتر وانا مش عايز اقارن مثلا بتركيا قديل بطالبة مش عايز اقارن بالتدخم في تركيا مش عايز اتكلم على قديل انت محافظ على العملة واستقرار العملة في مصر واكلمك عن بلد فقدت خمسين في المية من سعر عملتها في سنة يعني عايز تتكلم على التدور الاقتصادي اكلمك انما انت متماسك انت ماسك نفسك ولكن انت محتاج ايضا علشان مظل لتتضامن الاجتماعي تفضل موجودة ان الناس تشتغل اكتر هنا دور مجلس الوزراء هنا دور السادة الوزراء اللي شغالين في هذا الامر انه يحفز احنا محتاجين تحفيز يا جماعة انا مش عايز خبطات وضربات انا عايز مشاريع تقعد تعيش تشتغل